رابطة الاندية المصرية قالت النهاردة ان كرعة بطولتاي الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين وبطولة كأس الربطة هتبقى يوم تسعتاشر اكتوبر الجاري يوم السبت اللي جاي ان شاء الله بمشروع الهدف بمدينة ستة اكتوبر اللي هيجري القرعة الشركة الالمانية هيبقى عبر زي كده ايه زوم هتاخد عشر دقايق هيحطوا المعايير هبا يروح دخل عالسيستم خد جدوى الدوري خد جدوى الدوري يعني عاش تبقى فاهم برضو اللي قرعة مش تتعامل ازاي فيه زي ما كانوا بيتعامل على طول كده فيه ورق كده ورسومات وتكتب اهلي هنا وزا مالك ما فيش الكلام ده خالص فيش بقى ده وقت هتدي له بيانات هينمي عالسيستم هبا نلاقي جدوى الفوشي مين فين بقى مين رايح مع مين مفيش بقى حاجة اسمها موجهة واصلها مش هلاعب الاهلي وزا مالك في اول الدوري لا مش هلاعب اه تبدي نقطة مهمة جد تبدي نقطة مهمة جد جدا جد انت وارد يوم السبت الجاي تركز معايا دي مفاجأة دي وارد يوم السبت اللي جاي ده قرعة الدوري اللي هو بعد يومين ده تلاقي مطش الاهلي والزمالك اول مطش في الدوري او والله زي ما بقولك كده تعال انتخيل مشهد كده احنا الكلام ان الدوري هيبدأ يوم 30 اكتوبر والاهلي والزمالك لو وصلوا فينال السوبر السوبر المصري اللي هو يوم 24 هيكونوا لعبوا السوبر الافريكي من اسبوع هيلعبوا بعدها السوبر المصري يوم 24 وبعد كده يلعبوا يوم 30 في الدوري انت متخيل السيناريو اهلي وزمالك 3 مرات في اقل من شهر السيناريو خيالي عشان القرعة بتاعة الدوري مش تبقى موجهة هو حاجات بتتربع على السيست بتاعة الشركة الارمانية دي بكيش هنيعني كده بتقوله والله خد الملعب اللي هنلعب عليها كذا وانه القالي هيلعب اول او الدور الاول دوت اربع مباراة على ما لعبه ومش عايف كان مباراة تديره بيانات مين هيلعب مين بقى دي مش هنتدخل فيها خالص فانت تخيل بقى لو القالي والزمالك 30 اكتوبر فجأة كده لقينا القالي 30 اكتوبر اللي جاي ويت للا ترجمة نانسي قنقر